زي ما شفنا في التقرير أرقام مصر مسماني بخلال موسم أضامة عن نادي الأهلي موسم شهر أو موسم حاجة بسيطة ولكن اللي احنا عايزين نقوله ان انت لما بتيجي تقيم أداء مدير فني لأي فريق أول حاجة بتقيم الأرقام أول حاجة قد تبدو العروض في بعض الأحيان مش مناسبة أو انت شايفها ان هي دي مش العروض اللي تتناسب مع إمكانيات اللعيبة أو مع فريق بحجم النادي الأهلي دي ممكن تكون موجودة في بعض المباريات ولكن لما تيجي تتكلم على النتائج والأرقام لا هو الراجل عامل مش عامل طفرة لأن النادي الأهلي بيجيب بطولات مع أي حد ولكن الراجل أرقامه كويسة جدا في خلال سنة وشهرين الراجل واخد أكتر من 80% من البطولات اللي هو دخل ولعب فيها وحققها الراجل عامل نتائج فيه وقت بسيط ما حدش عملها قبله في تاريخ النادي الأهلي كمدير فني أو كمسؤول عن الإدارة الفنية للفريق الأول فلازم نديله حقه وهنا على فكرة لما بيبقى فيه أخطاء احنا بنتكلم ونقول إن فيه أخطاء عادي وأي واحد ممكن يخطئ وهو الراجل بيتقبل النقد طالما أنت على مستوى المسئولية تتقبل النقد ما فيش واحد فينا كامل فيش أي بني أدم فينا كامل كلنا بنخطئ ولكن على قدر مسئوليتك وعلى قدر استطاعتك أنت بتتحمل النقد ولازم تتحمل النقد لما تغلط تتحمل النقد وعشان لما تغلط تتحمل النقد قبل ما نروح برضو نتكلم شوية عن الماتش تاني أتمنى أن التحكيم المصري بيشهد يعني أتمنى أن يشهد طفرة واللي حصل السنة اللي فاتت مش عايز أقول إحنا مش هنسمح أنه يحصل تاني السنة دي آه إحنا السنة اللي فاتت خسرنا الدوري كان فيه تأصير مننا بعض الشيء ولكن لو كنت خد ربع حقي حتى في ماتشات الدوري وأنا وحش كان زمني خدت الدوري إنما أنا ما أتكلم على التحكيم أنا مش عايز أكتر من حقي أنا كنادي أهلي عايز حقي بس وحقي الفريق التاني طبعا ياخده على عينه وعلى رأسي مش عايز أكتر من حقي لأن اللي إحنا شفناه وبالنسبة المباراة القمة ماتش الزمالك على فكرة اللي خرج أو طلع المباراة لبر الأمان مش التحكيم وأنا آسف إن أنا بقول كده اللي خرج المباراة لبر الأمان مكسب النادي لأهلي كبير بس والموضوع عادة وما تكلمناش فيه كتير آه لمسنا بسيط كده على بعض الأخطاء ولكن اللي أبرز الأخطاء بعد كده هو حكم المباراة ما فيش حاجة اسمها احتواء في التحكيم الاحتواء ده الاحتواء دي كانت نظرية سياسية حصلت في أواخر الأربعينات كان يمكن مؤرخ أمريكي اسمه جورج كينان سنة 47 بالتحديد كان انتوا عارفين كان فيه زمان حرب بردة بين الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا وأمريكا كانت أو الراجل المؤرخ الأمريكي دوت ابتدى يتكلم عن حتة نظرية الاحتواء بس بصورة سياسية وإن أمريكا عليها أن تستقطب بعض الدول في جانبها على حساب كان الروسي أو الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت وفعلا دي كانت بداية أمريكا في نظرية الاحتواء ونحط بعد كده انها تفاتت الاتحاد السوفيتي لدولات صغيرة وبقت أمريكا هي القوى الأعظم من ساعتها الكلام ده كان بالضبط سنة 47 كان في عهد الرئيس هيري ترومان 47 بدأت نظرية الاحتواء مسمعنش عن نظرية الاحتواء من بعدها غير مثلا إيه على القهوة أنت عايز تحتوي واحد صاحبك تجيب له اتنين سحلة بواحد قهوة عايز تحتوي الولاد في البيت عايز تحتوي الولاد في البيت برضو فإيه الحاجات دي مش في الملعب تحكيم عمرنا ماسمعنا عنه احتواء كابتن أو الكابتن اللي أدار كابتن محمد عادل اللي أدار ماتش الأهلي والزمالك الموضوع كان عدا احنا ما تكلمناش كتير في موضوع التحكيم لأن مكسب الأهلي الكبير غطى على أخطاء التحكيم بينما الأخطاء كانت وردة مكسب الأهلي الكبير دوت هو اللي خلق المباراة تعدي على خير وإلا كان حيحصل ما لا يحمد عقباه مكسب الأهلي الكبير مش هو مش هو اللي خلق كابتن محمد عادل يقول الكلام ده الكلام ده إدانة إدانة للكابتن محمد عادل فهمين إنما مكسب النادي الأهلي الكبير ده مش عايز أقول بقى هو اللي احتواء إحنا مش عايزين أولا مش عايزين حد يحتوينا إحنا عايزين حد يدينا حقنا وبس لكن مكسب الدولي مكسب الأهلي الكبير دوت هو اللي احتوى الكابتن محمد عادل كابتن محمد عادل اللي احتواه في المباراة من الأخطاء مكسب النادي الأهلي الكبير إنما الكابتن محمد عادل بتصريحه ده اعتراف ضمني منه على نفسه إنه هو ظلم النادي الأهلي في المباراة فيش حاجة اسمها احتواء في التحكيم التحكيم نزلت الملعب عفوا بعد البلد فرقتين أنا عايز حقي ودي الفرقة التانية حقها بس إنما اللي حصل تعاطف مع فريق على حساب فريق مجاملة فريق على حساب فريق إهضار حقوق فريق على حساب فريق وإلا كان زمان الماتش في حتة تانية وكان زمان الماتش داخل في رقم خياسي يعني كان فيه آه كان فيه بعض التغييرات ولكن نتيجة الإجهاد مستر المسلماني أشفق شوية على نادي الزمالك الشهد التاني الشهد التاني الاحتواء زات شوية من التحكيم فبانت المباراة الشهد التاني بالصورة دي وقربت النتيجة بعض الشيء ولكن ولكن اللي خرج لآخر مرة اللي خرج المباراة لبر الأمان هو مكسب النادي الأهل الكبير خش بقى على المتش المتشات الأهل والمقولين دايما دايما بتبقى مباراة مصيرة من ساعة ما تلع المقولين للدوري المصري العام ممتاز المقولين نقدر نقول عليه أول ما تلع في الدوري مولد بطل يعني نادي المقولين من أول ما تلع في الدوري الممتاز كان بينافس على طبعا في البداية طبعا ثبت أخدامه في الدوري بعد كده بقى بينافس على الدوري دخل بطولة أفريقيا فخاذ بطولة أفريقيا كان عنده جيل عظيم يعني على مدار سنين فنادي المقولين فريق كبير فريق بيعرف يلعب قدام الفرق الكبيرة هو فريق ما عندهش حتة الغلق المساحات وإنه حتى وإن بدأ في البداية مثلا بتحس إنه هو بيلعب لها بمقفول شوية أو بيدافع شوية ولكن هو مش من نوع دوه طيب بيلعب لها بمفتوح حتى وإن بدأ زي ما أقول لحضراتكم قافل شوية ولكن مع المباراة بيلعب لها بمفتوح وبتلاقي إن المباراة زي ما تشدت مثلا الأهلي والإسماعيلي أهلي زمالك الأهلي والمقولين نفس النوعية فحنشوف النهاردة إن شاء الله ماتش حق له ودايما ماتشات الأهلي والمقولين بتتميز بأن بيبقى فيها أهداف كتير لو نفتكر حضراتكم ماتش 3-2 الدور الأول للموسم اللي فات كان النادي المقولين اتقدم بهدفين في الشوت الأولاني والشوت الثاني رجع النادي الأهلي وكسب 3-2 وكانت مباراة رائعة وقدر النادي الأهلي أن يعود في المباراة ويفوز بيها يمكن الماتش الزمالك كان فيه يعني شوية تقاعص وسرحان بعد المكسب اللي عملنا الشوت الأولاني 3-4 وبعدين 5 وابتدى نادي الزمالك يخش مع الاحتواء ومع بعض السرحان والأخطاء مننا إنه يجيب 3 جوال فيه ولكن أكيد مستر موسماني اتكلم مع اللعيبة عن الأخطاء اللي حصلت في الشوت الثاني أكيد وطبعاً إحنا فيه حاجة دايماً بتقليه نحن كجمهور حتة الماتشات الكبيرة لما بنلعبها أو البطولات الكبيرة وبنعبل فيها نتائج كويسة الماتش اللي بعده بنبقى قلقانين شوية حطين إيدنا على قلبنا شوية يعني ممكن يكون فيه شوية كده دلع شوية الماتش برضو بيعيشنا في حتة تانية ولكن ولكن أكيد اللعيبة خدوا دروس من السنة اللي فاتت في أكتر مباراة أكيد ونتيجة ماتش الزمالك دي إن شاء الله ننساها والنهاردة ماتش المقولين بإذن الله مباراة إن شاء الله تشهد استمرارية للانتصارات النادي الأهلي بإذن الله رب العالمين ويفضل متربع على قمة الجدول إن شاء الله حتى نهاية الموسم بإذن الله رب العالمين كده أنا خلصت كلامي وإن شاء الله نتمنى التوفيق لأن ماتش المقولين زي وزي أي ماتش تلات نقط زي وزي ماتش الزمالك إن شاء الله يكون التوفيق بإذن الله والنصر لصالح النادي الأهلي هنروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل نجومنا الكبار كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن أحمد بلال أرجوكم انتظروا